بسم الله كده نبدأ مع بعض طبعا الدورة تتكلم على تحليل بيانات باستخدام Microsoft BI Tools او Business Intelligence Tool وده النهاردة المحاضرة الاولى ان شاء الله وحنتكلم فيها مقدمة على الموضوع وحنتكلم فيها على اربح حاجات اول حاجة نقصد ايه بالMicrosoft BI Tools وحناخد بعدها نبدأ كده من الأكسل حاجات من الأكسل بسيطة وحناخد الأكسل تيبلز ممكن يكون الناس اشتغلت بها وسمعت عنها ولكن هنعدي عليها كده بسرعة في عجالة سريعة ان شاء الله وبعد كده هنتكلم على حتة كده صغيرة ايه هي ال proper data sets يعني شكل ال data عشان نستخدمها في ال analysis يبقى عمل ازاي والجزء الاخير وده حيكون اكبر حتة في النهاردة هو ايه ال pivot table crash course هنحاول كده يعني ال pivot table ممكن تشرح في اكتر من ساعة او ساعتين بس احنا هنحاول نمسك الحاجات الرئيسية اللي فيه وناخد الناس كده بسرعة في الحاجات المهمة لان ال pivot table هتكمل معنا لحد اخر الموضوع وخالص فتعال كده ايه بداية الموضوعات ال discussion ايه هو نقصد ايه بال ايه بال microsoft bi tools طبعا الناس اللي عندها خبرات في finance او اشتغلت في finance كلنا بنشتغل على ال excel واخدنا الموضوع التاني انه ال excel صحيح من اهم الحاجات اللي حصلت فيه في اخر 30 سنة بالنسبة للكليد بتاع الفينانس ولكن still عنده limitations وعنده حاجات بتخلي الناس حاسة بمشاكل او او مش قادة تعمل كل هي عايزة واهمها مثلا انه ال excel اقصى حاجة ممكن يشتغل عليها مليون رو انت عندك مليون صف من البيانات في ال excel اكتر من كده ال excel sheet مش هتكفي لو عايش تعمل حاجة اكبر من كده هتضطر نتقسمها على كذا excel sheet وطبعا ده حد في حد ذاته يعني هيخلي الدنيا اصعب وحيخلي ال excel sheet كبيرة جدا الحجم بتاعها ضخم جدا ومجرد انك تعمل مثلا فلتر عليها محتاج تقف جنبها ايه خمس دقائق تستنىها لحد ما ربنا يكرم يعني الحاجة التانية ان حتى لو انت مستخدمتش المليون رو لو انت بتتكلم في خمسين ستين الف بس معاهم شوية معادلات ومعاهم شوية formatting عامل formatting لل numbers وعمل المعادلات فطبعا ال performance برضو هيبقى بشكل مش قد كده الحاجة التانية حجم الفايل يبدأ يكبر 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 وطبعا مع كبرانحة بحجم الفايل ده الاداء بتاع ال excel كله بيبقى مش مش شغالة بشكل كويس وبالتالي مثلا لو انت بتشتغل عدية كبيرة بالحجم اللي هو زي منقول 100 الف line وانت طالع انك لو انت مثلا بتشتغل بشكل شهري على البيانات او بشكل ربع سنوي فانت مش هتعرف انك تكيب history على نفس الموضل هتضطر ان انت يبقى عندك فايل سنة 2018 الربع الاول وبعدين 2018 الربع التاني وهكذا وتيجي بعد كده يطلب منك بقى ايه حاجة report على حاجة historical هتلاقي انت وتعمل comparisons و trends وحاجات زي كده هتلاقي الموضوع ايه لازم تفتح مجموعة كبيرة من الفايلات وتعمل بقى فايل summary وتلينك من حاجات تانية وحاجات زي كده الحاجة الثانية ان حتى multiple references ما بين الexcel يعني عندك concordation sheet مثلا or concordated workbook وعملت لينك على فايلات كتير جدا ده في حد ذاته بيعرض الworkbook نفسه انه يعمل crash وممكن ما يشتغلش خالص وممكن عفتت recoverه او ما تعرفش انت وحظك والحاجة الثانية كمان ان الexcel ما بيعرفش يmanage relations between tables مش زي database اللي عنده فكرة عن ال database عارف ان انت ممكن يبقى عندك اكتر من table والتابلز دي ممكن يكون بينها relations وبناء على علاقاتنا بين هذه الجداول ممكن تعمل query وتعمل search go يعني تقوير الديتا دي وطلع منها معلومات وتقارير وممكن تعمل حاجات كتير ده مش متاح في ال excel طبعا يعني اقصى حاجة الناس او مش متاح في ال excel احنا عارفين واتليست يعني او اللي احنا ان شاء الله ال excel احنا نتكلم عنه وحيكون في الموضوع ده وحنشتغل فيه نشتغل الفترات الجاية لكن مثلا ال excel التقليدي الناس كلها ستتعلموا يمكن من الحاجات ال advanced في ال pivot table اللي هنتكلم عنه النهاردة بيشتغل دايما على flat file يعني ايه flat file؟ يعني two dimension بس عنده two dimension عنده ال column وعنده ال row واي معلومة حضرتك عايز تضيفها على ال database بتاعتك اللي هي عبارة عن table واحد لازم تكون في column جديد على نفس table يعني مثال مثال بسيط كلنا اكيب بنعمله مثلا عندك اكواد بتاعت اكاونت او بتاعت product او بتاعت اي حاجة او حتى لو hr بتاعت موظفين جايلك في report وعايز تحولها الى اسامي عايز تعمل ال report النهائي باسامي اسامي الاكواد اسامي الحسابات او اسامي ال products او اسامي البنيادمين عشان تعمل كده لازم تستخدم function زي vlookup مثلا وتروح تجيب الاسامي من lookup table تعمل vlookup على ال table وتروح تجيب الاسامي وتزود column ساموه helper column عشان بعد كده وانت بتعمل pivot table او انت بتعمل حتى لو تعمل sumifs او حاجة زي كده وتستخدم ال data من جوه one flat file طبعا ده تخيل كده مثلا انت عندك مئة الف متين الف line مثلا ومضطر تزود عليهم مثلا خمسة column خمسة column جايين من tables تانية علشان تعمل lookup فطبعا ده متخيل كأن مثلا انت بتضاعف ال data كم مرة فحجم الملف مثلا كان جايلك ابن حلال كده وصغير خمسة ستة ميجا يخرج من ايه حتى ايدك 20-30 ميجا وبيفتح بعفية العافية فطبعا ايه ده برضو من المشاكل اللي احنا بنواجهها كناس بيشتغل على الاكسل الحاجة التانية data cleansing ما فيش فايل بيجيلك سالك كده مية في المية لازم بيبقى محتاج شوية التوضيب ايه اما يجيلك محتاج تعمل حاجات زي text column محتاج تدليت شوية حاجات محتاج تعمل ازاي اللي بيسموها انك trim مثلا محتاج تعمل replace لحبة values حاجات دي كلها بتحتاج تعملها لازم عمر ما بيجيلك الفايل 100% نظيف تده ويوزابل من اول لقطة فال data cleansing ده والتنظيف ده كل مرة بيجيلك الفايل بتطرى تعمله تاني رغم ما بيكون نفس الخطوات هيا هي وتلجأ بقى للكوبي والبيست بشكل كبير جدا بشكل عنيف وطبعا ايه غير ان انت بتضيع وقت الخطأ وارد طبعا وممكن واحد يفوت حاجة ينسى خطوة ويكتشفها بعد كده وبالطبع يدي الشغل مرة واثنين وثلاثة وهكذا الحاجة التانية اصلا انت بشغال عليه فالصم بتاعتك نسيت تعمل لها update صح؟ مش بتحصل دي اكيب حصل لنا كلنا فنسيت update فالصم انها تقرأ الـ وبالتالي طبعا ايه التوتل بيطلع غلط ولو انت مش عامل كذا بقى double check او كذا check point مع بقى حاجات تانية ولا بتاع ممكن العملية ايه ما تبقاش ظريفة يعني فبرضو ايه ده احد المشاكل اللي انا اعتقد كلنا بنواجهها في موضوع الـ excel ده الحاجة التانية ان الـ final report اللي بيطلع والـ visuals والكلام ده لو حضرتك مثلا بتعمل الـ report بشكل شهري او بشكل كل ربع سنة فـ visuals والـ charts والحاجات دي وحتى لو انت عامل table معظبة وعمل فيه شوية formatting وبتاع الحاجات دي تقريبا هتعيدها كل مرة بتيجي تريبورت لانك بتشتغل عدية جديدة فتقريبا هترجع تعيدها كلها بالكامل وطبعا انا اعتقد ده برضو مش من الحاجات ايه الظريفة طيب فده ياخدنا بقى الى الحاجات اللي انا عايزين نتكلم عنها عشان نتجنب بشوية المشاكل اللي ظهرت فيه اللي اتكلم عنها في الـ acceleration ياخدنا بقى ايه الـ 4 حاجات اللي انا هننقشهم في المرات الجاية واولهم القصة الـ power query وايه موضوع الـ power query ده الـ power query ده مسمى قديم اعتقد كان لغاية 2013 حاجة زي كده وبعدين في 2016 لما نزلوا افس 2016 شالوا منه كلمة power query وحطوا مكانها كلمة get and transform ليه مش عارف لكن هي عاملة زي كده ايه عندنا في شارع في مصر اسمه ايه اه اه اسمه شارع اعتقد دلوقتي اسمه شارع شاردجول عند حديقة الحيوان كده بس كل الناس اللي هاي شارع مراد بقاله تلاتين سنة الناس اللي هاي شارع مراد فهي نفس الحكاية كده هيوا نسموها get and transform بس كل الناس بتقول ايه power query مهما غايروا فيها حنم نفضل ايه نقول برضو اه power query تمام ايه حكاية بقى ايه Power Query دي تعتبرها حاجة زي Data Machine Data Machine يعني ايه يعني الوظيفة السابتاعتها انها تاخد ال Data من مكان وتعمل عليها Transformation او تعمل عليها شهة شغل وتوديها لمكان تاني عشان كده بنسميها زي كده خط الانتاج فيه مدخلات وفيه عملية Processing وبعد كده ايه عملية Load او يبقى فيه في الاخر ايه المخرج النهائي ال Output النهائي الخارج من خط الانتاج عشان كده بيشبيوها بال Data Machine طيب ايه ميزيتها ميزيتها يمكن انيلايز more data than can fit في ال Worksheet يعني موضوع المليون رو انساء خالص ما تحطوهش في الماء خالص مليون 13 يعني مش عايز اقول لك 100 مليون عشان ما تفكرنيش بقى بالغ لكن هو فعلا up to 100 مليون انت يمكن work easily طبعا على Power Query يعني Power Query في الExcel still can do 100 مليون لكن الـ Power BI تبقى أحسن الـ Power BI الـ Engine بتاعه أحسن ويشتغل على الـ Resource تحت الـ Computer بتاعك بشكل أفضل لكن الـ still انت مليونز وفروز من الـ Data على الـ Excel باستخدام Power Query still ما هتشتغل ما عندكش مشكلة الحاجة الثانية طبعا طالما انت بتقادر تشتغل على الكم ده يعني مش بس قادر تشتغل على الكم ده الفكرة في الـ Power Query انها بتتتغل على الـ Source Data مش بتجيب الـ Source Data جوى الـ Excel File يعني دي برضو حاجة مهمة هي بتتتغل على الـ Source Data وبالتالي الـ Excel File Size نفسه بيكون صغير وبالتالي ده بيخلي الـ Performance بتاع الـ Excel أفضل بكتير فبالتالي برضو لو انت بتعمل Processing زي ما بنقول على ملايين الروز أو بتعمل عليها أي عمليات Cleansing أو أي حاجة فده بيخلي الـ Processing Time طبعا compared بأن انت عايز تعمل الكلام ده على على Normal Excel Sheet أو الـ Normal Excel Environment اللي انت متعود عليه طبعا مفيش comparison الحاجة اللي بعد كده انها ممكن تساعدك انك تبلند تجيب ديتا من أكتر من من Source والSource ده ممكن يكون Large Tables مش انت بحاجة صغيرة ممكن تبقى Tables كبيرة ممكن تجيب الـ Data من كذا Source زي كده وتقدر تطلع معلومات من كل الـ Tablets وشاركة عليها مع بعض والأكتر من كده كمان ان ده انها بتساعدك انك تعمل Automation اللي كل اللي كلمة عنه وفوق ده بمعنى ان انت لو بتعمل Data Cleansing على الـ Data بتنظفها بتعملها Reshaping بتاخد Source معين بشكل معين كل الكلام ده الـ Power Query بتحفظه عندها بتعرف الـ Steps انت عملتها وبتحفظه وانس ان اغريتها ديتها جديدة ما عنداش مشكلة خالص ان هي تعمل إعادة Processing لنفس الخطوات دي بشكل تلقائي طبعا فيه ممكن تقولي طيب ما احنا ممكن نعمل الكلام ده باستخدام الـ VBA وباستخدام الكلام ده والMacros طبعا اكيد ما فيش شك وفيه ناس محترفين طبعا في الموضوع ده لكن الظريف ان الـ Power Query ما بتتطلبش منك انك تكون راجل بتكتب كود زي الموضوع بتاع الـ VBA فانت الـ Power Query وده هنشوف ان شاء الله موحلاتك جاية هيمقى فيه انترفيس والانترفيس ده مجرد ان انت بتدوس على شوية buttons وشوية drag and drop وبتعملك كل اللي انت عايزه او خليلا نقول بتعمل 90% من اللي انت ممكن تكون محتاجه من غير ما تكون محتاج تكتب single line of code وده برضه انا معتبره حاجة مهمة جدا لانه من الصعوبات الـ VBA ان انت لازم برضه تكون شوية واخد عليه training عنيف شوية وفاهم ازاي الكودج بتاعه بيشتغل الحاجة الاخيرة ان هي لو انت حركة بشتغل بقى على ال data model او ال power pivot وده اللي هنتكلم عنه في السلاد الجاه على طول هو افضل طريقة ان انت تلود ال data على ال data model هي ال power query بالعكس يعني ال data model نفسه هيكون فيه loaders بتاعته او فيه connectors بتاعته بتتconnect على ال data بس الافضل على الاطلاق ان انت تشتغل power query توضى بالdata كلها وبعدين تروح تسلمها ال data model وتكمل بقى ال process بتاعت ال analysis والحاجات الحاجة اللي انا كنت عايز اقولها قبل من ان نقلب على السعادة الجاية ان كمان ال power query is part integral part من ال power bi فانت لو تعلمت ال power query على ال excel زي اللي احنا هنعمله مع بعض الكام مرة الجايين هيكون كمان اتعلمت تقريبا tilt ال power bi الفرق الجوهاري او الفرق الرئيسي هي موضوع multiple table relation دي في ال data model يعني يعني ال query انت انت تقدر تبلند data من كذا source صحيح بمعنى ايه ان انا ممكن زي ما بعمل في ال excel زي ما بستخدم ال vlookup كده بروح اجيب معلومتين معلومة من table احطها في table تاني ممكن يبقى عندي مثلا folder مليان txt files او مليان csv files ومحتاج اعمل append لل data كلها احطهم تحت بعض فالpower query هتعمل لك القصة دي تمام انما data model بيشتغل بشكل مختلف data model شبه data base بيشتغل بيسيب كل data في كل table لوحده تمام وبيconnect ما بين tables بيعمل relations ما بين tables فطبعا ده برضو فرق مش بسيط وطبعا انا ما عنديش technical background كرجل IT يعني وكده لكن بتبان في performance وبتبان في حجم الملفات لما تكون انت بتربط بين اكتر من جدول يختلف تماما عن انت تجيب كل data اللي عايزها جوا نفس الجدول بتعمل مضاعفة او بتكبر size وبتبط الperformance بشكل كبير الحاجة التانية هنقط عليها بسرعة عيني اروح لها بسرعة وحرج على النقطة اللي قبليها اللي هو thex formulas and measures language أو يعني ممكن تسميها بيسموها لغة formula زي الexcel الexcel هو عبارة عن المعادلات اللي في الexcel دي الfunction ساعة الexcel هي لغة لغة برمجة بيسموها لغة سيغ يعني ما هيش proper يعني programming code بس هي عبارة عن سيغ نفس الكلام الdax معمولة علشان تشتغل مع ال data model ومعمولة ليه ليه ما ينفع نشتغل بالexcel formula العادية لانه زي ما قلت لك احنا هنشتغل على relations ولازم ال functions تكون فهمة relations بين tables والحاجة الثانية ان كمان مفيش حاجة اسمها set reference جوه data model بمعنى ان انت لما بتعمل مثلا في الexcel equals sum a1 plus b1 مثلا فانت بتعرف فين ال set reference وتشتغل ال data model مفروش كده data model زي database عبارة عن columns هو مش فاهم غير اسامي columns وده تشتغل بي فعشان كده functions دي غير دي ولكن في similarity يعني انت احنا شغالين هتلاقي ان sum function هنا هي هي اختها بتعمل نفس هتلاقي count وماكس وaverage وحتلاقي حاجات كثيرة متشابهة فمش هتقلق قوي هتلاقي ايه لكن هي بتشتغل بشكل طبعا ممكن يكون مختلف شوائي لو رجعت على النقطة وهي ان انت بتشتغل عديد only version من الديتا بمعنى ايه ودي برضو احد الحاجات الظريفة جدا ان 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 ال source data ممكن يتساف في مكان واحد وليكن مثلا لو احنا بيشتغل shared folder مثلا كلنا بيسموه g drive ولا بيسموه اي حاجة من الحاجات team sites ولا الحاجات دي وانا مثلا عمر مطلوب منه يconnect على الديتا بتاعة المسلا اللي تسايل general ledger بتاع الشركة عشان يعمل report للمصروفات وفلان الفلاني هيconnect عشان يعمل report لإرادات وفلان هيعمل مش عارف ايه فممكن كلنا نسيب one version of the data single version of truth موجودة في مكان واحد وكلنا نconnect عليها ونعمل كل transformations اللي احنا عايزين نعمله ونطلع اي تقرير نعمله وديتا الاصلية محدش لمسها بالعكس كمان انه لو حصل update عليها ودي احد الحاجات بتعمل مشاكل لو انت شغال ان انت مثلا let's say انا خدت trial balance النهاردة واشتغلت عليه وعملت شوية analysis وبتاع وبعين جيز ميلي بيكمل شغري او بيعمل حاجة مشابهة او حاجتين فبقى شايف هو حاجة وانا شايف حاجة تانية واحنا الاثنين نحلف على المصحف ان احنا الاثنين صح واحنا الاثنين صح فعلا بس ارقام في الاخر مش ضبطة مع بعض فده احد المزايا انت ممكن نحط ال data ال connect كلنا على نفس المكان ونعمل كل transformation ونعمل كل تقارير ودتا الاصلي تتحرك قدام له والورا في ال time بحيث ان انت ممكن تعمل شوية analysis على يعني مثلا انك تشوف year over year او تشوف التغير من الثان اللي فاتت او تشوف حاجات ترجع week over week month over month quarter over quarter الحاجات دي كلها برضو من الامكانيات الزريفة قوي اللي بتخلي قصة ان انت تحط مقارناتنا بين فترات بشكل اسهل جدا طالما data موجودة على data model وانت عارف ازاي تعملها بالtime intelligence functions والحاجة الاخيرة ان انت ال pivot table العادي اللي احنا بستعمله ده لما بيبقى based على data model طبعا بيكون امكانيات اكتر اللي انت ممكن تخلقها عن طريق موضوع داكس والmeasures تحت داكس لكن خلينا قول حاجة انت في حاجات كتيرة ممكن تعملها في overlapping يعني انت ممكن تقول لي طب من الخطوة دي ممكن اكملها في power query مش محتاج عملها data model مع صحيح و depends بقى كمان complex t وحجم data كلما موضوع less complex وdata اصغر كلما تعمل هنا او تعمل هنا ليرايحك لكن كلما هتبقى موضوع وكلما يبقى حاجة كبير كلما هتلاقي نفسك محتاج تستخدم امكانيات الاثنين data model و power query طيب تعال نروح على power bi وده كان بداية الحوار او كان بداية القصة نحن نشتغل power bi power bi كما قلت لك هو عبار عن جزء منه تلت هو power query بتستخدمها برضو بنفس استخدام الexcel وبعد تعمل data transformation وبعد كده بتلود على data model وملاكش حل تاني لازم تلود على data model بتاع power bi اللي هو بالضبط نفس data model بتاع الexcel وعشان تعمل analysis على power bi فانت حالك محتاج تكون عارف dax ومحتاج تعمل measures بالdax لانه ده الحل الوحقيد لانه حتى انا ممكن الpower query استخدمها في الexcel وبعد اخرج data على table او على excel شيء عادية واشتغل على الexcel وبتاع لكن في حالة power bi فانت مقدمكش حل غير انك تخرج data على data model وتشتغل شوية dax وبعد كده تخرج الكلام ده على visual بتاعت بقى طبعا مختلفة شوية بتاعت الexcel ولكن في الاخر مش بعيدة قوي عنها نفس الافكار ولكن الاختلاف ان هي interactive visuals وفيها طبعا امكانيات اكتر بكتير وفي الاخر بيبقى المعلومات او الinformation اللي طالع او report اللي طالع في شكل dashboard interactive الزبون بقى اي او ال customer ال end customer بتاع ال report يclick هنا يفلتر ال report كله يclick هنا يمش عارف يعمل ايه وطبعا بتبقى شكلها اللي اتفرج يعني على حاجات على اه حاجات dynamic يعني سواء كان power bi او tableau او spotfire كل الحاجات دي بتدي نفس النتيجة او نتاج متشابهة وطبعا حاجة ضريفة جدا بتساعدك كمان ان انت في مساحة صغيرة تشوف كم كبير جدا من المعلومات لان هي interactive فانت بتقدر تتغير الفلاتر وتغير التواريخ وتغير مثلا let's say مثلا بتعمل segmented report فانقدر اشوف جوه نفس الpage اشوف مثلا كل segment ممكن نشوف كل region ممكن نشوف كل product يعني فبتدي لك امكانيات احسن طيب power bi برضو معبارة عن ايه power bi هو طبعا ده انا بحكي لك على ان ان انت محتاج تبقى عارف power query و data model وكمان شوية بقى الvisuals وزيت شغل الvisuals بتاعتها فكده يبقى انت فهمت power bi بس ده جزء برضو كل ده انت قلت على بعضه still جزء من power bi لان ده ممكن تسمي power bi desktop اللي هو version اللي بتنزل على desktop بتاع الناس وينزل من الموقع Microsoft والناس كلها ممكن تنزل عشان تبقى انت شفت كل او خدت كل الامكانيات فانت محتاج يبقى عندك بقى تستخدم power bi services هو بيقول لك ان ال software ده عبار او power bi عبار انتعت حاجات او حاجة منهم ال desktop اللي هنكلم عن دلوقتي اللي هو اللي في تعمل power query وتعمل data model وبعد كده تعمل visuals وكل الكلام انت تقدر كلاود service ممكن تحط عليها تعمل publish للreport بتاعك او publish للداشبورد بتاعك لازمته ايه لازمته الشيرين ان حضرتك انا راجل بعمل بشتغل في الreporting بعمل الreport بتاعي بيخش المديرين والmanagement يخش على من اي مكان في الدنيا يخش على بالاكسس طبعا اللي بيكون واخدينه يدخلوا على Power BI Service وتفرجوا على report وكمان في capability انك ممكن من Power BI Service نفسها تأد مور ديتا او تعدل في الreport او تغير في شكل داشبورد والحاجة الثالثة ان انت ممكن تحط الكلام على mobile app سواء كان windows او windows او ios او android تقدر تحط الكلام على mobile app وتتفرج الريبورد من mobile بدل ان تذهب تفتح من PC فكل ده على بعضه اسمه Power BI اللي هو desktop اللي هو فيه زي ما قلنا Power Query وفي Data Model وفي Visualization plus Online Service اللي هو موجود على Power BI على Cloud والحاجة الثالثة Mobile App كل دول على بعض ممكن تسميهم Power BI طبعا عشان يبقى عندك Access على Services او تبقى عندك Access على Mobile App لازم يكون عندك account وطبعا بيبقى نوعين تقريبا في كذا License يعني اقلهم اعتقد اسمها Power BI Pro دي اقلهم لو انا فاهم صح يعني وده اللي بتدي لك Access ان تعمل Sharing على Power BI Service وكذا بس دي كانت المقدمة عن موضوع اول جزء يعني في محاضرة موضوع الكورس والحاجات اللي احنا نتعرض لها ونحن ماشيين في خلال هذه الدورة الظريفة